بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أهلاً وسهلاً بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون هذه الآية الكريبة من كتاب الله سبحانه وتعالى تذكر من علامات حسن الخاتمة أن الله سبحانه وتعالى ينزل ملائكته على عباده عند قرب خروج روحهم وقيل في وجه من وجوه التفسير أنها تنزل عليهم يوم الحشر يعني يوم القيامة ونحن نتبنى القول الأول أو نشرح الآية عليه حيث يقول ربنا سبحانه تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وما وجه البشرة بالجنة بحسن بمقبول بعظيم إلا في هذه اللحظة التي تقترب فيها روح العبد من الخروج فتبشره ملائكة رحمة الله بقبول الله سبحانه وتعالى له وبإقبال الله عليه وبالجزاء الحسن جراء ما عمل في حياته ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا أحب عبدا استعمله ومعنى استعمله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وفقه لعمل صالح فقبضه عليه يعني من عظم رحمة الله ومن عظم عطاء الله سبحانه وتعالى أن يوفق عبده في آخر حياته لعمل صالح فيكون من الصائمين أو من المتصدقين أو من المصلين أو من الذاكرين أو من التالين لكتاب الله ولذلك عد العلماء من علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان على عمل صالح فيا هناء من مات وهو صائم ويا هناء من مات وهو ساجد ويا هناء من مات وهو ذاكر لله سبحانه وتعالى أو مات في أي عمل صالح ربما مات مجاهدا في سبيل عمله في سبيل أعفاف أهله في سبيل تحصيل الرزق الحلال لكي ينفق على أولاده وعلى أهله ويكف نفسه عن سؤال الناس هذا أيضا من العلامات التي ذكرها الشرع الشريف وذكر العلماء كذلك أن من العلامات أن يموت الإنسان يوم الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات يوم الجمعة عوفي من فتنة القبر أي الاختبار الذي يقع في القبر وفي رواية وعوفي وأعطي من الثواب أجر شهيد فهذه دليل على عظم جزائه وعلى حسن خاتمته فمن مات يوم الجمعة أو ليلتها فإن ذلك علامة على رضى الله سبحانه وتعالى عنه وأيضا قال العلماء أن من علامات حسن الخاتمة الموت يوم الاثنين ولذا اختار الله سبحانه وتعالى لسيدنا صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوفى في هذا اليوم المبارك يوم الاثنين أو في ليلة الاثنين يعني في الليلة أو في اليوم دليل على حسن الخاتمة كذلك من علامات حسن الخاتمة إنارة الوجه واستبشار العبد لأن الإنسان حال خروج روحه يرى أول مشاهد الآخرة ويرى مقعده من الجنة أو يرى ما يدل على فوزه ونجاته فإنه إن كان مستبشرا ضاحكا ودل أثر وجهه على ذلك فهذه من علامات حسن الخاتمة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فمن تلفظ بالشهادة وكانت الشهادة آخر ما نطق به فإن ذلك أيضا علامة على حسن خاتمته وكذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن ليموت بعرق الجبين وبهذا يظهر أن من مات فوجدنا أن جبينه عرقا أو أن جبينه عرقا فإن هذه علامة على حسن خاتمته وهذه العلامات إنما هي دليل على فوز العبد وعلى نجاته عند الله سبحانه وتعالى أن يموت بعرق الجبين أو أن يذكر الله ويتشهد آخر ما يتكلم من الدنيا أو أن يموت في يوم الجمعة أو ليلتها أو في يوم الاسنين أو يوفق إلى عمل صالح ويقبض عليه أو يموت وهو يسعى في عمل صالح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن ينعم علينا بالجنة وأن يرضى عنا وأن يرضينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته